شهد الفريق محمد فديد رئيس أركان حرب القوات المسلحة إجراءات الاستفاف والاستعداد القتالي لعناصر القوات المسلحة على الاتجاه الاستراتيجي الغربي وقال المتحدث العسكري أن ذلك يأتي في إطار خطة القيادة العامة لمتابعة التدابير والإجراءات المشددة لحماية حدود الدولة وأمنها القومي على كافة الاتجاهات الاستراتيجية برا وبحرا وجوا بالتعاون بين كافة الأفرع الرئيسة والتشكيلات التعبوية للقوات المسلحة وأضاف أن رئيس أركان حرب القوات المسلحة استمع إلى الإجراءات المتخذة لرفع درجات الاستعداد القتالي كذلك عرض قرارات القادة على كافة المستويات وتنظيما لتعاون بين كافة عناصر تشكيل العملية الاستراتيجية للقوات البرية والأفرع الرئيسة للقوات المسلحة بما يضمن تنفيذ كافة العناصر للمهام بكل دقة وفي التوقيتات المحددة كما نقش عددا من اللقاضة واللضباط في اسلوب تنفيذ المهام المخططة وكيفية مجابهة التغيرات الحادة والسريعة أثناء سير أعمال القتال هذا ونقل لفريق محمد فريد تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة والطريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لرجال لقوات المسلحة لما يبدلونه من تضحيات بكل غالا ونفيس من أجل الحفاظ على أمن الوطن وصون مقدراته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة